موسيقى أبناء العزاء الطلاب السلامة العامة أهلا بكم النهاردة هنتكلم شوية كده بسرعة على مجموعة من الأسئلة في الهندسة وناخد محتويات الهندسة بسرعة على مجموعة من الأسئلة فعندنا أول سؤال من ديني متجه ألف الإحداث بتاعه واحد وسلبي واحد واثنين والمتجه بإحداث بتاعه تلاتة وسلبي اثنين وصفر وطالب مني نساحة سطح حجم متوازي السطوع طبعا الاختيارات بتاعتنا بتبقى قدامنا إحنا عارفين إن حجم متوازي السطوع عبارة عن حاصل ضرب المتجهات التلاتة الذي يحملها أضلاع متوازي السطوع ألف ضرب قياسي بيه في ضرب اتجاهي الجيم وده بنعمل بيه محددة مسلسية على أن يكون الصف الأول إحداثيات المتجه ألف الصف الثاني إحداثيات المتجه بيه الصف الثالث إحداثيات المتجه السؤال ده مهم جدا ومنها أقدر أجيب حجم متوازي السطوع بقيمة هذه المحددة وإيه لو إحنا جيبنا قيمة المحددة زي ما إحنا عارفين بإشارة الصف الأول له إشارات المرافقات موجب سالب موجب يبقى موجب واحد نلغي صفه وعموده سالب 2 في 4 بـ 8 ناقص 3 في 0 بـ 0 السالب واحد في سالب واحد يبقى موجب واحد وينلغي صفه وعموده 3 في 4 بـ 12 ناقص صف موجب 3 ونلغي صفه وعموده 3 في 2 بـ 6 ناقص صف وبكده أقدر أجيب قيمة المحددة هتطلع معي بـ 16 وده بحجم متوازي السطوع السؤال الثاني بيقول لي إذا كانت سيتا هي الزاوية الحد المحصورة بين المتجهين ألف وبيه فإن سيتا قياسها هل صفر ولا ستين ولا مية وعشرين ولا مية وتمانين تمام كلنا عارفين قانون الزاوية النجاة الزاوية بيساوي حاصل ضرب المتجهين على حاصل ضرب معيارهم فلو أنا ضربت المتجه ألف ضرب قياس المتجه بيه هيطلع معي سالب 4 ناقص 36 ناقص 1 على معيار المتجه ألف عبارة عن الجزر التربية لمربع السين زي مربع الصال زي مربع العين فهيطلع أنتك جات سيتا بسالب 41 على 41 اللي هو سالب 1 ومنها يبقى قياس الزاوية بتساو مية وتمانين وده الاختيار الصحيح السؤال بعد كده بديني الثلاث قياسات الزاوية التي يصنع المتجه مع محاور الإحداثيات وكلنا عارفين إن جاتة تربية سيتا سين زي جاتة تربية سيتا صاد زي جاتة تربية سيتا عين تمام بتساول واحد ومن هنا أقدر أجيب قياس الزاوية سيتا على أن تكون بتطبيق العلاقة اللي احنا اتفقنا عليها يبقى جاتة تربية سيتا سين ونعود عن قيم سيتا سين وستا صاد بتلاتين وسبعين وقدر أجيب قياس الزاوية سيتا هتطلع معي 68 درجة واحد وستين دقيقة ده الاختيار للإجابة الصحيحة طول العمود المرسوم من نقطة على المحاور كلنا عارفين طول النقطة في الإحداثي لو أنا أجيب بعدها عن محور السينات يبقى جزر سات تربية زادين تربية طب لو أجيب بعدها عن محور الصادات يبقى جزر سين تربية زادين تربية هو هنا طالب بعد النقطة عن محور السينات يبقى الإجابة بتاعتها هنقول جزر سين تربية زاد سات تربية هيطلع سالة بتاعة تربية زادها تربية يبقى البعد العمودي خمس وحدات طيب مديني معادلة قرى وبيسألنا على طول نص قطرها القرى هنا في الصورة غير الصحيحة لأن من شروط الصورة الصحيح لمعادلة القرى أن يكون معامل سين تربيع بيساوي معامل صد تربيع بيساوي معامل العين تربيع بواحد طب هنا معاملات السين والصد والعين تربيع بثلاثة تمام إذا لازم أقسم الأول المعادلة على ثلاثة عشان أقدر أحط الصورة الصحيحة للمعادلة القرى فلما نقسم على ثلاثة هتطلع المعادلة زي ما تشاهدين قدامنا كده ومنها أقدر أجيب المركز المركز بيبقى معامل السين على سلب 2 معامل الصاد على سلب 2 ومعامل العين على سلب 2 فيطلع معي سلب 3 و 4 و سلب 2 الدال عندي قيمة أبو 1 قانون النق إن النق بيساوي الجذر التربيعي لسن تربيع زياد سبط تربيع زيادين تربيع ناس دال ويطلع النق ب3 أو ب2 جذر 7 دي الإجابة الصحيحة طيب معادلة المستوى كلنا عارفين معادلة المستوى هيزل نقطة ومتجه عمودة عليه النقطة التي يمر بها المستوى 1 و 2 و 3 اللي يوازي كل من سين وصاب يعني يوازي المحورين يبقى كده المعادلة بتاعته طبعا كلنا عارفينها هناخد الإحداثي العين فيبقى المعادلة بتاعته عين بتساوي 3 طب لو نفس المستوى يمر بنفس النقطة ولكن يوازي صاب وعين برافو هناخد الإحداثي السيني يعني يطلع معادته سين بتساوي 1 السؤال بعد كده مجديني معادلة المستقيم دي الصورة عامة للمستقيم ودي الصورة صحيحة لو حبيت أسألكم النقطة التي يمر بها هذا المستقيم هتقول لي صفر وصفر وصفر طب ما هو متجه اتجاه المستقيم 3 و 1 وسالب 3 طبعا دي صورة صحيحة للمستقيم لأن شروط المستقيم أن يقولهم عامل السين بيساوي عامل الصاد بيساوي عامل عين كل منهم بواحد طيب ومجديني مستوى عشان أقدر أجيب النون العمود عليه هيبقى واحد وكاف واثنين طب الشرط هنا أن هناك توازي بين المستقيم والمستوى إيه شرط التوازي تمام أن هي ضرب قياس نون بصفر يبقى هنضرب اله في النون ونشوف كم الكافة تطلع معنا بكام فزي ما قلنا اله هتبقى 3 و 1 وسالب 3 النون هتبقى واحد وكاف ضربهم قياسيا هنضربهم مع بعض ضرب قياسي هيبقى 3 زائد كافنا و 6 بتصوى صفر ومنها الكاف تطلع بتلاتة وده الاختيار الصحيح طيب قانون الزاوية بينه مستقيمين احنا عارفين الزاوية بين مستقيمين الزاوية بين متجهين الزاوية بين مستقيم ومستوى أو الزاوية بينه مستويين بيبقى القانون هنجيب متجه اتجاه الأولاني ومتجه اتجاه التاني طيب قياس الزاوية بينهم اي من الاختيارات الهدية الصحيحة هجيب متجه اتجاه المستقيم الأولاني هيطلع صلف 5 وصلف 1 و4 لما جيب متجه اتجاه المستقيم الآخر هيطلع 3 وصلف 4 و2 قانون الزاوية بينهما اذا ما شايفين كده معيار طيب ليه المعيار يا مستر اذا تقاطع المستقيمين يحصران بينهما زاويتان احدهم حدى والاخرى منفرجة احنا بنختار الزاوية لحد ده المحصورة عشان كده بنحط البست داخل مقياس ولما نجي نعوض عنه واحد وهي اتنين هيلدى نقول ان حاصل ضربهم كياسيا على حاصل ضرب من معيارهم هيطلع الاجابة 3 على جهز الـ 21 لو قلنا شفت القزين الاجابة تطلع معانا تقريبا 83 و80 درجة ودي الاجابة الاختيار بتاع صحية فسأل اني بقى فبيرن journée الزاوية ما بين مستقيم ومستوى خلي بالك انت هجيب متجهة العمود بتاع المستوى و McMahon الزاوية المحصورة بينهما ليست هي الزاوية بين المستقيم والمستوى يبقى الزاوية اللي ه OP få اجيبها اطرحها من 90 عشان اقدر أجيب الزاوية بين المستقيم والمستوى يبقى برضه عشان اقدر اجيب الأختيار الصح من الاختيارات التي أدامنا هنجيب متجه الاتجاه الأولاني أن المتجه العمودي هيبقى 1 و 1 و 0 والمتجه اتجاه المستقيم هيبقى 2 و 1 و 2 وعلى هل سيقدر يعني ب request المتجه العمودي ومتجه اتجاه المستقيم خلي بالك لما نجي بهنا قياس الزاوية جاتا سيطة بتساوي 1 على جهز ال 2 يعني ازاي هتطلع معنا 45 درجة لو طرحناه من تسعين برضه هتطلع خمسة واربعين درجة يبقى اختيار الصحي بتاعنا هو خمسة واربعين درجة ده كان مجموعة اسئلة وخصوصا الزاوية بين المستويين هنبدأ دلوقتي نتكلم في التفاضل انا بحضر لكم برضه مجموعة مسائل تجمع لنا تفاضل بكل المحتويات بتاعته نشوف كده اول سؤال في التفاضل اذا كان محيط قطاع دائري كلنا عارفين القطاع الدائري هو جزء من سطح دائرة محصور ما بين نصفي قطرين فيها وطول قص منها افكركم بقوانينه محيطه هيبقى تنين نق زيد لام مساحته نص نق في لام ده قوانين محيط القطاع طيب عايز يعرف عندما يكون قيمة عظم يبقى النق يعلى قطب الحا احنا قلنا ان الحا هتساوي اتنين نق زيد لام ومنها اقدر اجيب ان اللام بتساوي حا ناقص اتنين نق مساحة القطاع زي ما اتفقنا نص لام في نق يبقى هنضرب العلاقة ونشتقها هيطلع معايا ان المساحة اتنين نق في حا ناقص اتنين نق لو احنا قدرنا نشتق هذه العلاقة يبقى هنشتق دي بالنسبة النق الميم شرطة هتساوي اتنين نق ناقص تمانية نق لما هنسويها بصفر هيبقى عندي لان بقوله قيمة عظمة ما خلي بالك في التطبيقات القيمة عظمة وقيمة صغرى بنجيب المشتقة ونسويها بصفر لو سوينا العلاقة دي بصفر هيستنتج ان الاتنين نق اتنين حا بتساوي تمانية نق ومنها النق بتساوي حا على اربعة طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي اذا كان السين دي قاعدة سلسلة السؤال ده مهم جدا يا جماعة لان احنا بنقع في خطأ رياضي شائع جدا هو من دين السين كدلة فنون والصاد كدلة فنون وعايز يجيب دلة التين صاد على دلة سين تربيع يعايز يجيب المشتقة التانية لصاد بالنسبة لسين هل العلاقات اللي هو من دهاني علاقة مباشرة بين صاد وسين لا عشك يسمينها قاعدة سلسلة يبقى هنا العلاقة موجودة ما بين سين ونون وصاد ونون لما نجي نجيب المشتقة التانية هنجيب الاول المشتقة الاولى سين بالنسبة النون هيطلع اتنين هيقص اتنين نون وصاد بالنسبة النون هتطلع تلاتة نون تربيع اوعى تغلط الغلطة ان انا اجيب المشتقة التانية وهارجع اقسمه لا لازم الاول اجيب المشتقة الاولى اللي هدلت صاد على دلت سين هتطلع 3 نون تربيع على 2 هي قصة 2 نون ونبدأ نجيب المشتقة التانية كده احنا بنجيب المشتقة بالنسبة لسين فلما اجيب الطرف الايمن يبقى دلة 2 صاد على دلة سين تربيع بتساوي هنطبع قانون الاسمة في الطرف الايصر المقام تربيع يبقى 4 هي قصة 4 نون البست المقام في مشتقة البست ناقص البست في مشتقة المقام يبقى 2 هي قصة 2 نون في 6 نون ناقص 3 نون تربيع في 4 في هي قصة 2 نون ايه بقى في 1 على 2 هي قصة 2 نون اللي هي دلة نون على دلة سين لان انت بتشتق هنا بالنسبة لسين فالطرف الايصر المتغير بتاعه نون فلما لك تشتقه لازم تقول في دلة نون على دلة سين طب ما هي دلة سين على دلة نون كب 2 هي قصة 2 نون يبقى دلة نون على دلة سين نعكس يبقى واحد على اثنين هيه قصة اثنين نون ونبدأ نعوض عن قيمة النون فيطلع النادج معنا بي سوناها بصفر دي أدنى النادج الصحيح طب السؤال اللي بعد كده فيه علاقة في التكامل المحدد في المنتقى الأهمية لو أنا بجيب تكامل محدد من سالب العدد لمجاب العدد على حسب نوع الدلة لو الدلة دي فردية يبقى قيمة التكامل المحدد بتسوي صفر يعني مساحة المنطقة هزي الحالة طالما الدلة فردية طب ما هي الدولة الفردية عندي السين قصة فرد دلة فردية الجا دلة فردية الزا دلة فردية غير ذلك دولة زوجية زي السين تربيعة والسين الصاربعة أي قصة زوج المقياس أي دلة سبتة الجا دلة وخلي بالك نوع الدلة بيتبع قادة الإشارات الدلة الفردية بنهم صلاب السالب الدلة الزوجية بنهم صلاب الموجب فلو احنا هنضرب دلة زوجية في زوجية يعني موجب في موجب يدي موجب طب سالب في سالب تمام؟ يدي موجب فهنا بيقول لي دلة سين دلة زوجية يبقى في الفترة من سالب أربعة لأربعة لدلة سين في المتاعب عشرين معنى كده إن من سلب 4 لصفر رافو بعشر إنه بقولي من سلب 4 لاربعة بعشرين يبقى من سلب 4 لصفر بعشر من صفر لاربعة برضو بعشر وبعد نرجع علي وكان الدل من صفر لتنين بستة تمام يبقى كده عايز تقول يا مستر إن من صفر لتنين بستة يعني من اتنين لاربعة يبقى باربعة ومن ثالب 4 إلى 0 يبقى 10 هو طالب مني ايه هنا تكامل من ثالب 4 إلى 2 لو شفنا الإجابة بتاعتنا من الشرح اللي احنا قلناه دي دلة زوجية يبقى من 0 إلى 4 إلى 10 من ثالب 4 إلى 2 يطلع الناتج 16 زي ما شحناها كده من ثالب 4 إلى 0 إلى 10 ومن 0 إلى 2 إلى 6 يبقى من ثالب 4 إلى 2 يطلع الإجابة الصح ألا وهي 16 السؤال بعد كده بيقول لي إذا كان دلت سين بتساوي زتا سين وراء ألم كده بسرعة ونكتب مع بعض ملخص لاشتقاق الدوال المسلسية الجا مشتقطها تمام جتا الجتا سلب جا الزا قطة ربيع الزا سلب قطة ربيع القا قزا وي الزا سلب قطة زتا ملاحظين حاجة يا أولاد أن أي دلت فيها ته مشتقطها بالسالب فلما يجي يقول لي دلت سين بزا سين اوجد المشتقة التانية لباية على الأربعة يعني هايز جيب قيمة المشتقة التانية عندما سين تساوي باية على الأربعة هل الاختيار ايه من الأربعة لقدامنا طيب يبقى احنا لما نيجي نحل هذا المثال هنجيب المشتقة الأولى زي ما قلنا ايه الزا تربيع مشتقطها سالب قطة تربيع دي المشتقة الأولى نجيب المشتقة التانية هنتعامل هنا على أن الدلت عبارة عن قص مرفوق القص يبقى لما نيجي نجيب المشتقة التانية هننزل للقص يبقى سالب اتنين قطة سين في مشتقة القطة اللي هي سالب قطة زتا فهيطلع المشتقة التانية في أبسط صورة هي مجاب اتنين قطة تربيع سين زتا سين هو طالب دا الشرطة باي على أربعة يبقى أنا هنعوض عن كل سين باي على أربعة القطة تربيع باتنين الزتا بواحد تطلع الإجابة أربعة السؤال بعد كده عايز يجيب تكامل سين تربيع في لول سين الأساسية برضو نقول ملخص سريع لطرق التكامل انتوا عارفين طرق التكامل عندنا حاجة من التلاتة يا إما دل في مشتقتها يا إما تكامل بالتجزئة يا إما التكامل بالتعويد طب مثال زي اللي قدامنا دا نعمل في أمستر اتفقنا طالما هناك طبعا ما فيش تكامل حاصل درب دلتين طب اللي قدامي دي عبارة عن ايه درب دلتين أحدهم كسيرات الحدود اللي هي سين تربيع والأخرى له سين خلاص يبقى عارفنا اوتوماتيك دي بالتجزئة طالما تكامل حاصل درب دلتين أحدهم كسيرات الحدود والأخرى لغارتمية أو كسيرات الحدود والأخرى أسية يبقى أكيد دي نعملها بالتجزئة التجزئة يعني ما معناه إننا هأخذ جزء يفاضل وجزء يكامل فهنا الجزء اللي هيتفاضل لو سين والجزء اللي هيتكامل سين تربيع تفاكل تكامل اللو سين تفاضل لو سين واحد على سين تكامل السين تربيع يبقى طالت سين تكعيب ونادج التكامل بنضرب طلت سين تربية فلوسين نقص تكامل طلت سين تكعيب فواحد على سين هيطلع طلت سين تربية وكامل طلت سين تربية هيطلع نص سين تربية زائد السابت وده تكامل الدلة بالتعويض نشوه بعد كده السؤال اللي بعدها برضه بيقول لي تكامل سين وستين هي زائد هي وستين سين هو دول كده كم دلة دلتين بنوم ايه جمع مفيش مشكلة انا مشكلت كلها في الضرب لكن لما يكون تكامل حدين الاولى سين وستين نتعامل معاها كأن السين هو الاساس والمتغيق لقصة اتنين هي ده سابت يبقى يتكامل زائد زائد دلة هنزود لس واحد ونقسم على لس جديد طيب هنا هي قصة اتنين سين ده ده تكامل الدلة القصية بنقسم على مشتاقة القص اللي هو اتنين في نفس الدلة اللي هي هي يبقى ناتج التكامل هنا هيطلع معانا واحد على اتنين هي زائد واحد يبقى هنا زودت القص وزودت وقسمت على القص الجديد اللي هي قصة اتنين سين تكاملها نص هي قص اتنين سين ما تنسوش تكتبه سابت التكامل طيب السؤال اللي بعديه ده طبعا كلنا عارفينه سؤال مهم جدا ولازم يارد عندنا في الامتحان هديك احدى الدوال ويسألك على نقطة الحرجة فترات الزائد تناقص القيم الوظمة الصغرى المحلية القيم الوظمة الصغرى المطلقة او القصوى ممكن يطلب منك نقطة الانقلاب او يطلب منك فترات التحدب احنا هنقسم الموضوع الى جزئين فيه اربعة مرتبطين مع بعض النقطة الحرجة فترات التزادة والتناقص القيم الوظمة الصغرى المحلية والقيم الوظمة الصغرى المطلقة دول بيجابوا من المشتقة الاولى طيب النقطة الانقلاب مع فترات التحدب دول بيجابوا من المشتقة التانية فين يقول لي اوجد القيم الوظمة الصغرى المحلية يبقى زي ما اتفقنا دول هيجابوا من المشتقة الاولى هجيب المشتقة الاولى للدلة ده الشرطة سين هتطلع معايا بستة سين تربيع ناقص ستة سين اقصتناشر هنساوي المشتقل ولا بصفر ده ليه عشان نجيب النقطة الحارجة لما نساوي ده الشرطة سين بصفر لإيجاد النقطة الحارجة ونجيب قيام سين بعد التبسيط هتطلع يا إما اتنين يا إما واحد طب أيام قيمة عظمة وأيام قيمة صغرى نبحثهم على خط الأعداد ونشوف إن عند القيم لو حطينا اتنين وسالب واحد على خط الأعداد من إشارات الدلة التربية اللي تم درستها في أول سنوات هتلاقي اللي قبل السالب واحد موجب ما بين سالب واحد واثنين سالب اللي بعديهم موجب يبقى الدلة كده عبارة عن تزايلية تناقصية تزايلية يبقى واضح أن عند سين باثنين قيمة صغرى محلية وعند سين بسالب واحد قيمة عظمة محلية طيب لو أنا عايزة أجيب القيمة أعود بها في الدلة الأصلية لأن القيمة المقصود بيها هي قيمة الصاد السؤال بعد كده طالب مني معدلة المنحنة يعني يا ريت نركز في الحوار ده يا جماعة العلاقة بسطة قوي عندي دلة ومشتقتها الدلة الدلة وطلب المشتقة أكيد ههم يعمل اشتقاق طب الدلة المشتقة وطلب الدلة برافو يبقى كده هنكامل طب لو اددن المشتقة التانية يبقى أنا أكاملكم مرة مرتين لما اجامل المشتقة التانية تديني المشتقة الأولى اكاملها كمان مرة يديني معادلة المنحنة يبقى لما يطلب مني معادلة المنحنة أكيد ده تكامل مديني المشتقة الأولى للدلة عبارة عن سين جزر السين تربية زاد واحد عشان أقدر أجيب معادلة المنحنة زي ما اتفقنا هنكامل هذه الدلة طب إيه نوع التكامل هنا زي ما اتفقنا التكامل يا إما بالتجزئة أو بالتعويض يا إما دلة ومشتقطة هل السين هي مشتقط ما بداخل الجزر؟ يبقى هنحتاج بس إن احنا نحط ثلاثة يبقى تلت سين تربيع زائد واحد ونزود لقص واحد يبقى بدل ما هو نص يبقى ثلاثة على اثنين زائد ثابت طب ما كنا مش معادلة المنحنة كاملة لازم أجيب قيمة الثابت هنجيب الثابت منين؟ هو هيبقى منديك معطى منه قدر أجيب الثابت كان المعطى عندنا إن المنحنة يمر بالنقطة سفر واحد سفر كلنا عارفين دي السين والواحد دي الساد يبقى أنا أعوض في معادلة عن الساد بواحد والسين بصفر هيطلع معنا السابت قيمته بيساوي اثنين على تلاتة ومن هنا قادر أقول إن معادلة المنحنة هتبقى صاد بتساوي تلت في سين تربيع زائد واحد كل الساد على اثنين زائد التلاتة على اثنين طب السؤال بعد كده دي على المعادلات الزمنية سؤال جميل ودرس سهل جدا المعادلات الزمنية هو اشتقاق الدلة بالنسبة للزمن وخلي بالك المعادلات الزمنية قد تكون مجابة قد تكون سالبة عندما يكون معدل التغير بيتزايد يبقى هنا المعدل موجب طب معدل التغير بيتناقص يبقى سالم هو فيه حاجة زي اه طبعا هو أنا تلاقي لو واقف وقدام حيطة على بعد أربعة متر كل ما أرى بناحية الحيطة مع الوقت المسافة اللي بينه وبين الحائط بيزيد ولا بيقل بيقل يبقى كده المعدل بتاعي بيتناقص طب لو أنا رجعت بضهري وراء مع الوقت زي قطعة من التلج لو إحنا جبنا قطعة من التلج وحطناه في مكان حري جدا وبدأنا نتابع حجمها هيزيد ولا هيقل طبعا هيقل لأن مع الحر التلج هيسيح يبقى كده المعدل بتاع الحجم بيتناقص يبقى فيه معدل يا إما بيتزايد وده يبقى موجب أو المعدل بيتناقص يبقى ده سالب وفي الآخر المعدلة اشتغاق بالنسبة للزمن أهم ما في الحوار إزاي أوصل للمعدلة اللي أنا هاشتقاه فمثلا مثال زي اللي قدامنا بيقول لي مسلس متساول أضلاء أطوال أضلاء لام يتزايد طول ضلعه بمعدل لام يعني كده عايز يقول لك إن ده اللي تلام ده الألف على ده النون بتساول لام عايز يجيب معدل الزيادة في مساحة المسلس هتبقى أني اختيار من دول طب إيه قانون مساحة المسلس مش ده مسلس متساول أضلاء يبقى قانونه جزر ثلاثة على أربعة في الألف تربيع نشتق ده بالنسبة للزمن الميم مشتقتها تمام ده الميم على ده النون طب جزر ثلاثة على أربعة في ألف تربيع لما يجي نشتقاه هنضرب القس اللي هو اتنين في المعامل يبقى جزر ثلاثة على أربعة في اتنين يبقى جزر ثلاثة على ألف في ده الألف على ده النون طب ما هم ديني في المعطيات إن ده الألف على ده النون بيسوي كيف يبقى ده الميم على ده النون بيسوي جزر ثلاثة على اثنين ألف في كيف ودي الاختيار الصحيح من الاختيارات اللي كان الراجل مدهاني طيب السؤال بعد كده منحنات دالة دال محدب لأسفل فحه إذا كانت دال محدب لأسفل فحه يعني المشتقة التانية دائما موجبة فحه طب إيه دالة من الدول دي اللي لما جيجيب المشتقة التانية تطلع بالموجب زي ما إحنا شايفين كده الإجابة رقم دال لأن مثلا الدالة الأولى 3.5 تربية دي لو أنا جيبت المشتقة التانية تطلع بالسالب 2 يبقى دي كده محدبة لأعلى تماما طب لو جيبت في الدالة في النمرة به برضو 3 نقص سن تربية ده وجيبت المشتقة التانية المشتقة الأولى سالب 3 سن تربية المشتقة التانية سالب 60 يعني برضو الدالة دي سالبة دائما فحه يبقى محدبة الأعلى ما هنعرفين نوع التحدب لو المشتقة التانية عند نقطة ما سالبة تحدب لأعلى مجابة يبقى التحدب لأسفل يبقى إيه الدالة الوحيدة اللي مشتقة التانية مجابة دائما رقم دال اللي هي 3 زائد سين قص 4 لو جيبنا المشتقة الأولى تبقى 4 سن تكعيب طب المشتقة التانية 12 سن تربية لما أقول لك 12 سن تربية مهما كانت قيمة سين المقدار ده موجب ولا سالب موجب يبقى الدائلة دي محدبة لأسفل دائما فحه ودي بقى الإجابة بتاعت سؤالنا السؤال بعد كده تكامل الزا برضو ورقة وألم سريعا كده نكتب قواعد تكامل الدوان المسلسية الجاسة اللي بجتا الجتا بجا الدلة الوحيدة اللي تتكامل وعليها قص القاة تربية والقاة تربية القاة تربية بزا القاة تربية بسالب زا طيب ايه الدلة اللي حصل دربها لها تكامل القاة في زا قاة في زا تكاملها تمام بقاة طب القاة في زا بسالب قاة طب الزا هي المفروضة ان هي قاة ده الزا تكاملها ايه من دول يهما سالب لو جتا سيتا او اختيارات من الاربعة طب نجيب حلها هيطلع سالب لو جتا سيتا ليه بقى لان الزا جعلة جتا والجا مش طقت الجتا بس لازم بالسالب فعش كده حطينا سالب لو جتا سيتا زا تسابت طب حجم الجسم الناشط من دوران المنطقة حول محور السينات لما نجيب حجوم المنطقة الحجم بيساوي باي حدود التكامل من سين واحد الى سين اثنين لإصاد تربية فلما نجيب حدود التكامل الدلة بتاعتي من واحد الاربعة لسين بالنسبة لسين تكامل السين هتبقى نص سين تربية ونعود عن السين مرة باربعة ومرة بواحد يبقى التكامل باي في تكامل نص سين تربية من أربعة الواحد ونعود عن السين مرة باربعة ومرة بواحد هيتطلع الحجم خمسة خمستاشر على اثنين باي ده لو هو طالب تكامل لمنحنة طب لو أنا عايزة جيب تكامل لمنحنيين يبقى الحجم بيساوي باي سين واحد الى سين اثنين القيمة المطلقة لصد واحد تربيع نصد اثنين تربيع بالنسبة لسين ده برضو تطبيق مباشر على القيم العظمة الصغرى المطلقة عايز جيب اقصر بعد ما بين المستقيم ده والمنحنة التطبيقات على القيمة العظمة الصغرى اول ما فيها اولا فرض متغير فاحنا هنفرض ان المنحنة عليه نقطة الاحداث بتاعها سين وصور العلاقة زي ما وكتبها لنا كده ان الصد تربيع بتساوي ربع سين يعني اقدروا ان الصين بتساوي ربع ساد تربيع ومنها اقدر اجيب البعد ما بين النقطة ومستقيم البعد ما بين النقطة الصين وصاد عن المستقيم بنعمل بناخد النقطة نعابها في معادلة المستقيم على الجزر التربية لمعامل السين تربية اذا لمعامل صد تربيع لو اطلع جزر خمسة يبقى المعادلة اللي قدامك دي قانون البعد ما بين النقطة اللي احنا افترضناها سين وصاد وعن المستقيم طب المعادلة دي البعد عبارة عن كم متغير كان فيها متغيرين سين وصاد فانا عوضت عن السين بربع صد تربيع كده اصبحت المعادلة فيها متغير واحد وده الشرط للمعادلة ان يجب ان يكون هناك متغير واحد فقط ونجيب المشتقة والله بقى طلب مني اكثر بعض طلب مني اكبر بعض كده او كده بجيب المشتقة وسويها بصفر لما نجي نجيب مشتقة هذه الدلة هيطلع معنا الربع صد تربيع نقصتين صاد زاد عشرة مشتقتها الربع صد تربيع مشتقتها بنص صاد الناقص اتنين صاد مشتقتها سالب اتنين والعشرة مشتقتها بصفر يبقى هنا المشتقة بيبقى نص صاد نقص اتنين هنسويها بصفر اجيب كمية صاد تطلع باربعة لما اسوي المشتقة بصفر واجيب الصاد تلات معيها باربعة اعوض في المعادلة عشان اجيب السين يبقى يطلع معنا باربعة يبقى اكثر بعد ما بين المستقيم والمنحنة عندما تكون النقطة الواقعة على المستقيم الإحداث بتاعها 4 و4 ونعود في المعادلة قادر أجيب أكثر بعد هيطلع معنا 6 جزر 5 على 5 نشوفوا السؤال اللي بعدين مساحة المنطقة احنا تكلمنا على الحجم قلنا الحجم باي في حدود تكامل من سين واحد لسين اتنين لصد تربية طب المساحة قريبة شوية بس بغير تربية برضو المساحة بتساوي التكامل محدد من سين واحد لسين اتنين لصد بالنسبة لسين ده لو هو منحنة واحد طب لو منحنيين برضو المساحة تكامل من سين واحد ده حدود التكامل من سين واحد إلى سين اتنين القيمة المطلقة ليه بقول القيمة المطلقة عشان أضمن أن النادي يبقى موجب أنت بتجيب مساحات وبتجيب حجوم هل ينفع الحجم يطلع السلب هل ينفع الحجم أو المساحة تطلع السلب لا فانت حررك بتجيب القيمة المطلقة لصد واحد نقصد اثنين وتكامل هذا التكامل محدد يعني زي عندي هنا بيقول لي عايزة جيب مساعة المنطقة المحصورة بين المنحنة صد بتسوي السين تكعيب والسين بصفر صد بصفر وسين باثنين أين حدود التكامل يعني أختار سين من كامل كامل مقداني إحدى قيم السين باثنين طب أجيب القيمة الثانية من مش قالك الصد بصفر طب في المعادلة الأولانية عندما صد بصفر تطلع السين برضو بكام تمام بصفر يبقى حدود التكامل هنا من صفر لاثنين يبقى مساعة المنطقة لهذا المنحنة هو تكامل من صفر لاثنين للدلة اللي هي سين تكعيب ولما نيجي نكامل السين تكعيب هتطلع ربع سين قصة أربعة نعوض عن السين مرة باثنين ومرة بصفر هيطلع معي ربع في ستاشر ناقص صفر يبقى هنا المساحة بتثور بها وده إيجابة السؤال بتاعنا المتطبقات هيديك معادلة ويطلب منك أنك تصل إلى صورة معينة لمتطبقة يقولك بقى قيمتها بكام أو إثبت العلاقة يعني إحنا هابنقول إثبت وطبعاً اللي انت حامي شاكلك إثبت يقولك قيمة هذا المقدار بيساوي ويديك اختيارات صفر ولا واحد ولا تنين ولكن من الآخر شوف أعلى مشتقة عندك بكام فلو أنت بصيت في المطلوب هتلاقي إن أعلى مشتقة هي المشتقة التانية طب لما نجي نشتق المعادلة اللي من الدهاني اللي هي سين تكعيب زائد صد تكعيب بتسواحي المشتقة الأولى 3 سين تربيع زائد 3 صد تربيع في دلة صد على دلة صين والواحد مشتقته بصفر طيب نجيب المشتقة التانية بس قبل ما جيبها ممكن نقسم على الثلاثة وتبقى المعادلة سين تربيع زائد صد تربيع صد شرطة بتسواحي صفر نجيب المشتقة التانية المقدار اللي قدامك ده المقدار مقاوم من حدين الحد الأول سين تربيع مشتقته كمان مستر قال اتنين سين طب الحد التاني برافو عليك وركز ده عبارة عن حاصل ضارب دلتين اللي هي صد تربيع في صد شرطة يبقى نطبع عليها قانون الضرب الأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى الأولى عندنا صد تربية مشتقة التانية يبقى صد شرطتين زائد التانية اللي هي صد شرطة في مشتقة الأولى يبقى اتنين صد شرطة صد شرطة فصد شرطة فصد شرطة تربية المقدار ده كله بيساوي كم صفر وكده أثبتنا صحة العلاقة حبيبي كده خدنا نموذج مصغر لبعض الأسئلة حاولنا نجمع بيها كل قواعد التكاملات والاشتقاط والتطبيقات على القيم وظم الصورة المطلقة والنهايات بس أنا عايز أوصل معاكم لحاجة ياريت يبقى فيدينا وراء وقلم هقول لكم على بعض القواعد المستخدمة في حساب المثلثات من السنين السابقة نستخدمها في بعض التكاملات بالذات فلو سمحنا في إدينا كده وراء ألم أول هازي العلاقات إن الجات ربيع سين زا تربيع سين بتسوي واحد عشان دي ممكن نستخدمها في التكاملات ومنها قدرنا نستطيع إن الواحد زا تربيع بتسوي قاتربيع معنى كده إن الزا تربيع بتسوي قاتربيع السين أس وحد العلاقة التانية إن الواحد زا تربيع يسوي قاتربيع أنا بقول لكم على بعض القواعد اللي هتساعدكم في بعض التكاملات المهمة جدا طيب عندنا علاقة في مدهة الأهمية إن طبعا أي دلة في معقوسها بواحد يعني الجا في الجاتة الجا في القطة بواحد القطة في الجا بواحد الزا في الزطة بواحد طيب الجا لو ضربناها في الزطة إدي جاتة طب والجا لو ضربناها في الزطة إدي جا جا تنين سين عبارة عن إيه اتنين جا سين جا تسين طب لو قبل جا سين جا تسين من غير الاتنين يبقى بتسوي نص جا تنين سين الجا تنين سين لها ثلاث صور يا إما جا تربية سين ناقص جا تربية سين أو اتنين جا تربية سين ناقص واحد أو 1 ناقص 2 جاة تربيع اكتبوا له علاقات دي لو سمحتوا هتساعدكم في التكاملات ونستنتك بنا حاجة مهمة قوي إن لو جاب لي في مسألة تكامل جاة تربيع سين إحنا قلنا الجاة تربيع لها تكامل لا طب نعمل إيه يبقى لازم ناخد أو نحط القاعدة اللي إحنا نورها دلوقت إن الجاة تربيع سين بتساوي نص ناقص نص جاة 2 سين وكده قدر أكاملها النص تكامل نص سين ناقص نص جاة 2 سين هتطلع ربع جاة 2 سين طب لو جاب لي في مسألة جاة تربيع سين حط مكانها نص زائد نص جاة 2 سين ده حاجة الحاجة التانية بعض التطبيقات في معادلات المماس والعمودي لما يطلب مني معادلة المماس أو معادلة العمودي المنحنة عند نقطة عليه طبعا المماس هو عبارة عن خط مستقيم والعمودي برضا عبارة عن خط مستقيم نقطة التماس لو افترضنا أنها سين واحد وصاد واحد يبقى ما هي معادلة المماس تمام صاد ناقص صاد واحد على سين ناقص صاد واحد بتساوي الميل طب لو حابب أجيب معادلة العمودي يبقى صاد ناقص صاد واحد على سين ناقص صاد واحد بتساوي سالب واحد على مين دي بنستخدمها فيه إيجاد معادلات المماس والعمودي طب في بعض المفاهيم برضو لازم يبقى عندنا دراية لو طلبها مني يعني لو جيف مسألة قالك أن المماس المنحنة يوازي محور السينات يبقى ده معناه الميل بيساوي صفر طب لو قال لي المماس يوازي محور الصادات يبقى الميل غير معرف لو هو واحد على صفر طب لو قال لي المماس يقطع محور السينات يبقى الصاد تساوي صفر طب قال لي المماس يقطع محور السينات يبقى كده الصاد هل بصفر طب لو قال لي المماس يوازن مستقيم يبقى ميل المماس يساوي ميل المستقيم والميل أين كان هذا منحنى مستقيم بجيب المشتقة الأولى طب لو قال لي المماس عمودي على مستقيم يبقى ميل المماس بيساوي سلب واحد على ميل المستقيم وكده حبيبي أكون وصلتكم لبعض القواعد والنتائج اللي هتساعدك فيه عملية التكاملات وبقى كده عليك تاني عندك حالات التكامل ثلاثة يا إما دا اللي هو مشتقطة يا إما التجزئة يا إما التعويض وأنا سعيد باللقاكم وشكراً السلام عليكم